اهلا بكم في الفقرة الكوميديا ايوه زي ما انت سمعت كده اهلا بكم في الفقرة الكوميديا لان اللي هقوله في الحلقة ده تقريبا كوميديا يعني تقريبا اللي بيحصل ده كوميديا والاخبار اللي بتقال دي كوميديا يعني حاجة في منتهى الجمال واللطافة بيقولك كارثة مشاركة شيكابالا في دورة رمضانية في السعودية والغياب عن تدريبات الزمالك وسبب كارثي لظلم الاهلي وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للشحات وشكوى عاجلة ضد البنة واتجاه لإقافه وليلة كبيرة وفقرة اعرف الصح لا بص بقى واحدة واحدة كده واسزينك استقلع عايزين منساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان منساش ترك في قراطة اليوتيوب وتفعل الجرش او صارك كل جديد وتعمل فلو صفحة الفيسبوك عشان فيه ايه حلويات وقطايف ولطايف قاعدين لابينا ولا علينا وبنقلب في السوشيال ميديا زي ما الناس كلها بتعمل ونفاجأ بيقولك شيكابالا مرجعش للراجل فلوسه راجل فلوسه فلوس ايه وراجل مين وايه قالك الامير السعودي هو ايه اللي حصل قالك في امير السعودي طلع على تويتر وكتب ان شيكابالا اتفق معاه انه يشارك في دورة رمضانية هو وسبعة تقريبا معاه والمفروض خد الفلوس بتاعة الدورة الرمضانية مقدما وكان رايح يشارك في الدورة الرمضانية في ظل التوقف الدول اللي يحصل بما انه مش مستدعى للمنتخب وصباح الفل على كده قالك شيكابالا مجيش وشكابالا ما بيردش وشكابالا خد الفلوس وانا اتخذ الاجراءات القانونية اجراءات قانونية ايه ودور رمضانية ايه هو في ايه ايه اللي بيحصل ايه اللي بيجرى من كابت النادي الزمالك واحد يقول لي وانت مش ممكن يكون الكلام ده متفابرك ماشي انا ما اجزمتش انا قلت لك انا قارت التويتة زي ما الناس قارتها ويقال ان صاحب التويتة دي امير سعودي ويقال ان كلامه الراجل ده معروف وقال كلام صح مش غلط ده اللي تقال انا كنت معاهم ما كنتش معاهم فمعادش يقول لي يعني انت متجزم من الكلام بس لا ما بجزمش ما بجزمش انا زي زيك وعلى فكرة انا افرق عنك ايه مفيش ولا اي حاجة ممكن بس مثلا شوية مصادر ممكن انت عارف عني مصادر كتيرة انا باتكلم في العادي لكن انا وانت يا باشا انت احسن مني اللي اتفرج علينا دلوقتي انت احسن مني ممكن تجيب اخبار احسن مني واكتر مني احكوا دي لابن اجتهد وعلى الله التوفيق يعني المشطرة مننا ده 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 يسير من ربنا وتوفيق من ربنا وستر من ربنا فقط فزي اذا قرأت الخبر عادت ادور رايات التويتة على تأمير السعودي هبا ده فيه فلوس لقى ده دور رمضانية لا ده مرجعش الفلوس اللي عليه ده انا هعمل اجراءات قانونية طب يا جماعة صح ولا غلط مفيش حد دلوقتي في مصر يعرف صح ولا غلط غيرش كابالة نفسه واصحابه اللي حواليه غيرش كابالة نفسه واصحابه اللي حواليه عشان محنش بس يفتع عليك فربنا يسطر ويكون الكلام ده غلط يعني اتمنى من كل قلبي ان يكون الكلام ده غلط ما ينفعش يبقى صح كابتن نادي الزمالك يعني هو كابتن التاريخي لنادي الزمالك واحد اكبر الاندية في الوطن العربي وافريقيا على مر التاريخ رايح يشترك في دور رمضانية في السعودية يعني ازاي طيب وانت كنت انك عمال تعمل لهم كده وتشور لهم على الساعات ما هو اين المبدأ يا سيدي اين المبدأ يا صديقي العزيز شكابالة فاتمنى من الله ان يكون هذا الكلام يعني مش حقيقي او حتى لو كان حقيقي كنت شكابالة خدف روس ورجحها خلاص او هيرجحها ومش رايح الدور رمضانية لكن الموضوع ما دخلش بغاية عن التدريبات لان خلاص وكده كده لعب واخد اجازة وبتعفف فيش غابة عن التدريبات ولكن كارثة لو موضوع دور رمضانية ده صح ديبقى هيصى يا معلم هيصى وعادي دولي فترة التوقف دولي ايه المشكلة مشترك في دور رمضانية؟ دور رمضانية مين يا معلم؟ مع العبية الكورة ده؟ المفروض فترة التوقف ده بيرايح حاجة اسماها راحة سلبية عشان ما يتصابش يروح بقى هو دور رمضانية مثلا يتصاب اتصابت في دور رمضانية تعالج عشاب مين بقى؟ عشاب الدور رمضانية وعشاب نانية زمانك؟ انشوا عشاب نانية زمانك تعالج مع العشاب الأمير السعودي اللي هو قال له تعالى الدور رمضانية فحاجة يعني في منتهى الكنافة بالمنجة المهم سبب كارثة لزلم الاهلي وعدم احتساب دربة جزاء صحيحة لاشتحاد شكوى عجلة ضد البنة بص يا معلم يعني أنا من مبارح حمالة فكر هي دربة جزاء ولا مش دربة جزاء هو اشتحاد الكرة بتاعها دربة جزاء ولا مش دربة جزاء طب هي اوفصايد طب هي ايه؟ فيعني قعدت ادور واتفرج على المطش تاني وعيد مش المطش طبعا اللقطة وعيد وزيد واشوف قراء الحكام ووقف اللقطة ورجحها وعيدها تاني المهم يا معلم وصلت لإيه بقى؟ وصلت لإن لجنة الحكام قال لك يا باشا الكرة عادية جدا وصحيحة مش صحيحة ضربة جزاء يعني الحكام انه ما تدهاش ضربة جزاء هو صح وان الكرة دي اصلا المفروض اسمعني بس اللي اخر هتعرف رأي ايه يعني الكرة دي مفروض اوفصايد وعلى حسين الشاحات لكن لو كانتش اوفصايد كنت حاسب ضربة جزاء طب أنا عند سؤال مهم هي لو اوفصايد وفيه فار اترسم قطوط اترسمت مش المفروض الفار ده يعلن والناس كلها تشوفوا ان هي اوفصايد طب بلاش يقال ان الفار كان عطلان لمؤخزة يعني الفار كان عطلان فطلعوا وقالولك لا نحن ننفي عطل عطل الفار الفار لم يكن معطل طب لو الفار ما كانش معطل يا نجم النجوم كنت عرضت اللقط على الشاشة ورسمت الخطوط بتاعتك وردت الجمهور ان هي الكرة اوفصايد طب انت وقفت حب عشان تعرف اوفصايد انا مش اوفصايد لما الناس ردوا عليك قالوا لك اوفصايد مفروض اللي قرصة تطلع لا ده 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 الفار يتعرض على الشاشة والحكم يروح يبص ويراجع الفار مع الشباب بتوع الفار ويعلنها للناس كلها في كل مكان وفي التلفزيون ان ديها جماعة اوفصايد الحسين الشحات طيب ما اعلن شي طب يا كرة اوفصايد من وجهة نظر انا لما شفت الكرة مش اوفصايد انا دي وجهة نظري والله اعلم مش اوفصايد وقعد يقول لي يا عم وقعد دي اوفصايد مش اوفصايد تاني الناس اللي بترسم لسه بترسم الخط عمودي يعني الناس اللي بترسم الخط عمودي زي كابتر رضع ما برسمه بورقة يا جماعة ابوس ايديكم ما بترسمش كده انا راجل مهندس في حاجة هنا فقط يتم برسمه عمودي لكن خط ميل اصلا الخط ميل الخط ميل مش بزوية 90 فطبيعي زاوية الرؤية او رسمة الفار تميل واللي عامل الفار ده جماعة مهندسين مش ناس مش فاهمين في القصة بهندسة وصفية ده يعني رق ألف به فار هو تطبيق علم الهندسة الوصفية اللي عادنا سنين ندرسه في هندسة مش حاجة كده يعني حاجة عادية فكورة حسين الشحات مش اوف سايد والكورة خطة في ايد اللاعب وايد اللاعب مكبرة الجسم ومدخمة الجسم والكورة ضرب بالجزاء صحيحة للنادي الاهلي وكانت هتغير ناتكت المباراة انا بقول لك كورة حسين الشحات مش اوف سايد والكورة ضرب بالجزاء صحيحة بنسبة 100% بعد ما عدت اللقطة 700 مرة عشان اقدر اقولك الكلام ده وانا راضي ضميري ومحمود البنة ظلم الاهلي والاهلي المفروض بيجهز لشكوى ده ضرورة ناديها بتجهز شكوى ده ضد محمود البنة عشان تشتكيه وتشتكي لجنة الحكام وعايز حقها واعتقد اقصى حاجة ممكن تعملها لجنة الحكام لو وفقوا اصلا على الشكوى ان هم يعني يوقفوا محمود البنة وانا شايف لانه ظلم كبير جدا للنادي الاهلي كورة اللي حصلت المرح دي ضرب بالجزاء صحيح محمية في المية للنادي الاهلي فما تجيش تقول لي لا يا عم دي اوف سايد لا يا عم لأ يا عم لأ حسين الشاحات كان سابق لا وعايز اقولك ان فيه صورة كمان منتشر على السوشيال ميديا باين فيها ان حسين الشاحات اوف سايد بس ازورك على حاجة الكرة كانت طلعة اصلا من رجل اللاعب الاهل اللاعب لحسين الشاحات فرق بينها وبينها جربعة متر ومن امتى اوف سايد بتحسب بعد الكرة ما بتخرج باربعة متر الاهل بتحسب وقت لامس الكرة وهي رايحة كان حسين الشاحات متغطي التسلل بتاعه ما كانش اوف سايد فما تجيب ليش الصورة اللي عنيت قولي حسين الشاحات اوف سايد اوف سايد ارسيبك الخطة مال زي ما انت قلت لان الكرة كانت طلعة من رجل اللاعب تحني الاهلي فرق عنه اربعة متر ولا خمسة متر فاحترموا اقولنا يا جماعة انا بكلمك ميورد الله الاهل امبارحة ظلم في ضربة الجزاء اه الاهل كان وحش جدا 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 عشان بعد عشان مقشفتي وقدر كان سيء جدا وادفع الاهل كان شربة والاهل كان لا يستحق الفوز لكن حتى لو كان وحش تدي له حقه حتى لو كان وحش تدي له حقه فالاهل كان ليه حق مبارح كرة ضربة الجزاء ومش اوف سايد فانا ما عرفش ايه اللي نوي لاجنة الحكام تعملوا مع الاهل او اتحاد الكرة فيه بس شكوى وهتقدم في خلال ساعات من النادي الاهلي ضد الحكم محمود البنة وضد لاجنة الحكام هنشوف اللي يجرى ان شاء الله ونعرفكم كان مع اخوكو سريق عمر عاطف في قناة صفحة صاحب الكرش فكا ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم